هذا المؤتمر عنده ثلاثة سمات أساسية أولاً هو مصطباف من دولة شقيقة ولكن هي دولة مهمة جداً بالنسبة للقضية السودانية ثانياً أنه لأول مرة يعني يجتمع شمل القوى المدنية السياسية بمختلف تبايناتها في مكان واحد لنقاش القضية السودانية ثالثاً هذا المؤتمر حضرته الأسرة الدولية كامل الأسرة الدولية ممثلة في الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي جامعة الدولة العربية الاتحاد الأوروبي وده يحكس مدى اهتمام الأسرة الدولية بالمأساء السودانية وضرورة الإسراع في حلها هذا المؤتمر في اعتقادي أنه ينبغي أن يخرج بمواقف أكثر عملية وأنا أفتكر أنه يكون أفضل إذا خرج المؤتمر بميثاق سياسي بدلاً من إعلان سياسي يحدد في إطار العملية السياسية الملامح العامة لمستقبل البلد فيما يتعلق بكيفية تنهاء الحرب وتداعياته وأثاره ثم ضرورة تواسق على ضمان وحدة السودان وسلامة أراضيه ثم الاتفاق حول مدنية الدولة ومدنية الحكم والاتفاق على المركزية الفيدرالية وطبعاً بالضرورة الاتفاق على جيش وطني واحد بعقيدة عسكرية جديدة وكذلك ضرورة أن يكون هناك استراتيجية للعلاقات خاصة مع دول الجوار وعلى رأسها الشقيقة مصر هذه القضايا الأساسية لا أعتقد ينبغي أن يخرج أليست ملفات متقدمة جداً سيد إمام؟ ويخرج لتداعيات آلية سيد إمام معذرني ولكن أليست ملفات متقدمة جداً تناقش الآن أو تسعون لنقاشها في القاهرة في حين من المفترض أن الخطوة الأولى تكون بوقف الحرب ووقف هذا الاقتتال والنقاش والتفاوض الجدي سيكون بين الجانبين المتقاتلين نعم وقف الحرب يا عزيزتي الآن يوم عشر الأمم المتحدة دعت طرفي القتال الاتقاء يوم عشر في جنيف الاتحاد الأفريقي يوم عشر عند تجمع مشابه في أديس وقف الحرب يا عزيزتي لن يتم بالمناشدات وسمعنا مناشدات وسمعنا هدى كثيرة جداً ولكن الحرب لم تقف وقف الحرب عندها شروط لا بد من العمل على تنفيذ هذه الشروط منها أولاً وقف الإمداد اللوجيستي للمتقاتلين إذا لم يتوقف هذا الإمداد اللوجيستي لن تقف هذه الحرب طبعاً هذا المتمر سيناقش كيفية توقف الحرب والبندة الثاني كيفية تقديم الاستجابة الإنسانية والإغاثة هذه المفروغ منها هذه مهمة ولكن الخلاف وهذه لا خلاف عليها ولكن قد تكون هناك تبايونات فيما يتعلق بملامح العملية السياسية وهو البندة الثالث الذي سيناقش في هذا المتمر ترجمة نانسي قنقر